تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة في حقه تسلمت الجزائر اليوم من قبل السلطات الإماراتية الرئيس المدير العام لمجمع صناطراك عبد المومن ويلد قدور المتابع في عدة قضايا تتعلق بالفساد وضمن الاحترام التام للإجراءات القانونية المعمول بها في حالة استرجاع المطلوبين من العدالة تم أخذ صور للمتهم وبصماته وسط تطبيق صارم لتدابير الوقاية من وباء كورونا ليتم بعدها اقتياد المتهم والتقدور الذي سيمثل أمام العدالة الجزائرية هي عملية تؤكد مرة أخرى العزم القوي للدولة الجزائرية على مواصلة محاربة الفساد بكل أشكال ترجمة نانسي قنقر